ما الصحيح في استقبال المولود؟ كيف هنستقبل المولود بشكل صحيح؟ طيب، اللهم صلى الله عليه وسلم استقباله طبعاً لو في البيت بتكلمه وانه في المستشفى في البيت وفي المستشفى نعم، بشكل عام ينصح تشفيفه وتشفيفه بسيط قطع على السرة واخده على أمه وحطه على صدر الأم تقيله نص ساعة ساعة لرب عشان يتعرفه على بعض بعد انشاء يطير في حتها هادية ويناموا مع بعض لما يبدأ التواصل بينهم هذا ببساطة جميل، فيه ناس طبعاً بيأخذوا السرة بيقولك بما دفعين بشوديوها ايو، هذا كانوا دحين فيه خلاف عليه فما ما بيسوا دحين لكن من أسس الخلاج جزعية والمستقبل كيف استعمال الخلاج جزعية في علاج بعض الأمراض طبعاً أكتر عضو موجود في الخلاج جزعي من السرة فكان لفترة قريبة كانوا يحتفظوا بيها بس الآن ما مختلف عليها فما هو موجود موضوع الاحتفاظ بيها صحيح انتشر فترة بس كانوا يقولوا أنه سعره كان مرة مرتفع ليس سعره، لا فيه كان خلاف شرع عليه وخلاف طبيع عليه فوقفوه جميل، طيب خلينا نتكلم عن عادة التحنيك يعني هي كانت عادة من أيام رسول صلى الله عليه وسلم فيه ناس بيعملوا التحنيك أو بيحنكوا الطفل بس ما بينتبهوا الأشياء معينة يعني فيه ناس مثلاً بتضغط مرة بشكل جامد على حنك الطفل فأعطينا الطريقة الصحيحة للتحنيك طيب، حصلنا على رسول الله عليه الصلاة والسلام أن رسول الله كان حنك بعض أطفال الصحابة كان يجيب عجوة يبلغها بريقو عليه الصلاة والسلام ويدعك سكف الحد بطريقة وسيطة حتى الصحابة كان مرحض يقولون كان يجيب لهم مياه الخلاف بعد كده حصل ان هل كانت بس بخاصة برسول الله عليه الصلاة والسلام بس منريقو ولا نقول له تبرو نحنك الطفل تعريف التحنيك هو يدخل شيء لجوف الطفل أول شيء فكان عادة استمرت ومستمرة الآن تشعب منها بعض العادات أنه بعض الناس يقول لك فيه عنده سكف الحلق طايح وفيه حتى أنه يحط الطفل يرفع ورفع بقوة أنا شوف ديها خطورة شوية يعني هي بيرفع سكف الحلق هو شوف عمل أسويها أنا أجيب العجوة أخلي الأب ولا الجد يمضوها شوية الدينية طبعاً لو الأب ما يدخن وما عنده أمراض ذلك أخذ العجوة دي ودعك سكف الحلق بشوية شيء طبعاً أشارك الأب مرات أنه يأخذ شوية معايا ويدعك شوية عشان يعني يخش في المماثل